المحترف في الفقرة ديت معانا ضيف مميز جداً المفاجأة محضرينها لحضراتكم النهاردة ضيفنا في الحلقة ديت من برنامج المحترف واحد من أبرز مدربي حراس المرمى اليونانيين ديمتري موسياريس ده مدرب حراس مرمى باوك اليوناني الصابق وكان يعني عنده تاريخ طويل جداً جداً فيه يمكن تدريب حراس المرمى على مستوى عالي جداً رغم صغر سنه ويمكن بداياته كمان البروفيشنال كمدرب حراس مرمى على مستوى البروفيشنال كان يمكن عمره يتعدل 26 سنة النهاردة بيشرفنا في قناة النادي الأهلي نتكلم معه على حراس المرمى نتكلم على الييرو 2020 إيه اللي شايفه وقدي مركز حراس المرمى فيه تطور كبير جداً جداً فيه مستوى بداية الهجمة في مستوى حراس الكبار جداً نتناقش معه في هذا المواضيع ديمتري بنرحب بيك في قناة النادي الأهلي منورنا ومشرفنا شكراً جزيلاً لكابتن هاني فهو من تواعي شروع نكون معكم مشرفنا طبعاً في قناة النادي الأهلي اللي احنا بنغطي بطولة مهمة جداً هي بطولة الييرو 2020 إزاي تبع تأزيل بطولة الغد دلوقتي على المستوى الفني لمنتخبات الييرو 2020 أعتقد أنها بطولة هامة جداً ومثيرة هامة جداً حتى الآن مباريات متعة لم نرى مفاجآت كبيرة حتى الآن رأينا فقط الفرق التقليدية تقدم أداء مميز وستكون مثيرة للاهتمام في النهاية يعني هل تعتقد من خلال طبعاً ويمكن كنت أكلمك قبل أن أخش لهوا المفاجآت اللي بتحصل في الييرو ومسابقة الييرو يمكن على مستوى اليونان كان فيه مفاجآة كبيرة في 2004 وفوز اليونان بهذه البطولة الكبيرة ويمكن كان من دواعي سروري أنه كان مدرب طبعاً لمنتخب اليوناني كان طبعاً مدرب الألمان الكبير اللي حقق معجزة أنت قلت لي دي معجزة هل في وجهة نظرك الييرو 2020 ممكن فيه مفاجآة تحصل وأن اللقب يروح لبعض الفرق يمكن اللي خارج الحسابات أو خارج الصف الأول من المنتخبات العالمية أو منتخبات الأوروبية لا أعتقد هذا بكل صراحة أن أرى مفاجآت مثل هذه فهي من أكبر المفاجآت التي حدثت فأعتقد أتفكر حتى الآن هذه اللحظة التاريخية لم نكن مصدقين لما حدث كان شيء مذهل وكانت لحظة مذهلة ولا أعتقد أن مثل هذه المفاجآت قد تحدث دائماً شيء جيد أن يكون هناك مفاجآت في كرة القدم ترجمة نانسي قنقر